سلام عليكم تحية طيبة لكل من يشاهدني وياكم محمد من قناة راكي تيك اهلا بيكم فيديو جديد فيديو اليوم راح يكون عن هاتفة الاوبو فاين تيكي ستو برو حتى تعرفون هم التفاصيل خليكم بالفيديو بداية بالشاشة شاشة الهاتف تجي بحجم 6.7 انج ومن نوع الاولد وبدقة كواد HD بلوس وبمعادل تحديث 120 هرتز ومعادل احساسية اللمس يصل الى 240 هرتز وبكثافة بيكسلات 513 بيكسل لكل انج والشاشة محمية بطبقة حماية من غورنين غورلا قلاس للإصدار السادس ننتقل للمعالج الهاتف يجي بأحدث معالج من كوالكم السناب دراكو 865 المصنع بمعمارية 7 نانو متر مع معاجر السوم من نوع الادرانو 650 ننتقل للرام وساعد التخزين الهاتف يجي برام بساعد 12 جيجا بايت والرام من نوع DDR5 وساعد التخزين 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت والذاكرة من نوع UFS 3.0 ننتقل للكاميرات والهاتف يجي بكاميرا خلفية ثلاثية كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر سوني الى IMX 586 وبفتت على ساعة 1.7 وكاميرا ثانية Ultra Wide بدقة 48 ميجا بيكسل ايضا عند زاوية 120 درجة وبفتت على ساعة 2.2 وكاميرا الثالثة تليفوتو بدقة 13 ميجا بيكسل وبفتت على ساعة 3.0 وهاي الكاميرا تنطيق تقريب بصري حتى 20 اكس وتقريب رقمي حتى 60 اكس والكاميرا الخلفية تدعم الأولترا نايت مود اما بالنسبة للكاميرا الامامية فالكاميرا الامامية تجي بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتت على ساعة 2.4 ننتقل الى نظام التشغيل الهاتف يجي بأحدث نظام من اندرويد هو الاندرويد 10 مع واجهة أوبو الكلر او اس 7.1 اما بالنسبة للبصمة فرح تكون مدمجة اسفل الشاشة والهاتف رح يكون مقاوم للماء والغبار بمعيار الائي بي 68 ننتقل للبطارية الهاتف يجي ببطارية بساعة 4.260 ميلي امبير تدعم شاحن السريع بقوة 65 واط من خلال منفذ الشاحن اليو اس بي سي وحسب كلام الشركة الهاتف رح يشعر من صفر بالمية الى مية بالمية خلال 38 دقيقة فقط اما بالنسبة لسعر الهاتف سعر الهاتف رح يكون 1355 دولار الى هناك انتهى الفيديو اتمنى اعجبكم واذا اعجبكم فلا تنسون دعمي من خلال نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى استمروا ياكم اول باول اشوفكم بالفيديو الجاي في امال الله اشتركوا في القناة